السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله شباب اليوم نشرح كيفية تفعيل أو يقاف مزامنة جهة لاتصال في المسنجر ولا تنسوا ندعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوينها تدخلوا على المسنجر فمن هذه الواجهة كل عليكم تسوينها تروحون على الثلاث شرطات اللي فوقه على الاسار وبعدا من هنا تروحون على خيار العددات هذه الايقونة من هذه الواجهة كل عليكم تسوينها تنزلون آخر شي تحت لما تحصلون خيار مركز الحسابات فتضغطون على هذا الأيقونة اللي هي الإطلاع على المزيد في مركز الحسابات فرح يفتع عندكم هذه الواجهة كل عليكم تسوونها تروحون على المعلومات والأذونات الخاصة بك ومن هنا تروحون على خيار تحميل جهات الاتصال فهنا رح يظهر عندكم حسابكم في الفيسبوك وحسابكم في المسينجر فأنتو إذا حابين تفعلون أو تسوون إيقاف لمزامنة جهات الاتصال تروحون على خيار المسينجر هذا بعدين من هنا لو تلاحظون عندي تحميل جهات الاتصال هذا الآن المزامنة متوقفة لو تلاحظون إذا حابين أنكم تفعلون مزامنة جهات الاتصال كل عليكم تسوونها تضغطون على هذا الخيار اللي هو تحميل جهات الاتصال وبعد كي تضغطون تشغيله رح يتم تفعيل مزامنة جهات الاتصال عندكم في المسينجر فهذه كانت طريقة بكل اختصال لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة